قبل 60 دقيقة بالتمام والكمال من انطلاق موسم جديد وبطولة جديدة ودوري بيحمل نسخة رقم 65 قابل حضراتكم في السادسة ونحن نستقبل إن شاء الله مشوار الأهلي في البطولة اللي هيبدأ بعد 25 ساعة ومواجهة صعبة وزادت من صعوبتها يمكن نتيجة مباراة السوبر الأفريقي نتمنى التوفيق لأبطالنا بكرة والنهاردة حلقتنا نظرة عامة وشاملة على النسخة الجديدة من الدوري المنتاز اللي نتمنى نشوفه فيها شكل منافسة طبيعة استعدادات الفريق أو الفرق كلها بشكل عام والأهلي بشكل خاص وصول يمكن يكون منتظر وصول أول وظهور أول لأنتوني مودست مهاجم الأهلي في مباراة الغد واحتمالية تواجده فيها التشكيل الأساسي هنتكلم مع حضراتكم عن النسخة الجديدة من الدوري وخلينا أقول لكم كمان أنه بداية من بكرة تقدر تستمتع بهم بطولة على الكرة الأرضية اللي هتبدأ بكرة فصولها الأولى وهي بطولة الشامبيونز ليج وخلينا استعرض مع حضراتكم مواجهات الثلاثاء غدا إن شاء الله بإذن الله ومواجهات اليوم التاني من البطولة يوم الأربع امتحان زريف لطيف كده لوجهات طبعا أغلبها بالنسبة لي معروف هحاول اجتهد وهشوف هعرف كم نادي ومش عرف كم نادي بكرة إن شاء الله مواجهات الثلاث تبتدي بمواجهة إيطالية إنجليزية إيسي ميلا تاني أكتر أندية أوروبا حصدا للقب في مواجهة نيو كاسل المواجهة الثانية هتكون بين فريق لايبزيج وفريق يانج بويز المواجهة الثالثة بين برشلونة وفريق رويل أنتورب وده أنا غشيته على فكرة قبل ما أطلع الهواء على طول ده أنا ما كنتش عارفه بعد كده عندنا مواجهة سيلتك الاسكوتلندي وفاينرد الهولندي بعد كده لاتسيو الإيطالي في مواجهة عتلاتكو مادريد واحدة من المواجهات المنتظرة بكرة فرقتين يعني تقدر تقولها يقدموا مباراة في تكافؤ بينهم بشكل كبير في عدد كويس من الأسماء اللي هتلعب في الفرقتين فمواجهة متكافأة واعتقدها تكون واحدة من المواجهات المنتظرة منشستر سيتي بكرة في مواجهة ريد ستار لا سيربينيا سيربينيا السيربي وعندنا طبعا أهم مواجهة بكرة واللي هتتجي لها الأنظار بشكل كبير جدا بين العملاق الألماني بروسيا دورتموند وصيف الدولي الألماني وباريس سان جرمان بطل فرنسا المدجج بالنجوم حتى بعد رحيل طبعا نمار ولايو ماسي بعد كده أعتقد دا لوجو شختار ممكن فعلا شختار واف سي بورتو البرتغالي دي مواجهات بكرة مواجهات الأربع بيتهالي أنها أصعب شوية لكن هنحاول أن احنا نجتهد إي أس روما في مواجهة أعتقد هو اللوجو يمكن دا يكون لوجو لا دا مش عكس بس مش عارف لوجو إيه بس يعني هو يمكن مش باين عندي بشكل واضح في الشاشة هعرف لحضراتكم روما هيواجه مين بكرة عندنا كمان ريال مدريد في مواجهة فريق يونيون عندنا أرسنل في مواجهة بي أس في عندنا باين ميونيخ في مواجهة منشستر يونيتد تكرار الفرقتين دول تحديدا طبعا أبطال الشامبيونز ليج اللي اتنين عندهم تاريخ كبير جدا والاتنين حصلت بينهم مواجهة لا تنسى في نهاية دوري الأبطال تقدم فيها باين ميونيخ لغاية السواني الأخيرة واستطاع طبعا النسخة الذهابية لمنشستر يونيتد نها ترجع في ديقتين وتسجل هدفين في مرمى أوليفر كان عشان يحقق منشستر يونيتد واحد من أصعب وأهم ألقابه في تشامبيونز ليج اللي فوق خلييني أقول لحضراتكم اللي فوق الفريق اللي هيواجه روما هو كوبنهاجن و جالاتا سراي أوكي آه ده جالاتا سراي مظبوط صح روما مش بيلعب في تشامبيونز ليج ده جالاتا سراي بس وي ممكن أن نتلغبطه حان ألوانه شوية شبه روما وف سي كوبنهاجن من الدنمارك عندنا بعد كده ريد بول ساليسبرج في مواجهة بنفكا أعتقد بنفكا مظبوط وعندنا نابولي الإيطالي في مواجهة سبورتينج براجا وعندنا الانتر ناسيونال أو الانتر في مواجهة فالينسيا أو ريال سوسيداد من أسبانيا وعندنا في النهاية أعتقد لونس لوجو لونس بالضبط كده في مواجهة سبيا أو الأسبانيا يعني تقدر تقول أننا عديت بنجاح من الاختبار الصعب لكن في جميع الأحوال في مواجهتين بكرة وبعدهم من العارة بي أس جي أو باريس سان جرما في مواجهة بلوسيا دورتموند وعندنا يوم الأربع باير ميونيخ في مواجهة منشستر يونيتد مواجهتين ناريتين في بداية الشامبيونز ليج طيب خليني أبدأ مع حضراتكم يمكن طبعا الفرقة النهاردة ميران وحيد وبعد كده إن شاء الله يستقل الحفلة في التجاه وطبعا للمبيت في الإسكندرية عشان يستعد لمباراة المصري بكرة أولى مواجهات الأهلي في مشوار الدوري طبعا في كلام كتير هنحاول نروح للتمرينة النهاردة ونعرف تفاصيل وأخبار دي لقطات من تمرينة النهاردة شوان في كلام كتير طبعا على ممكن غيابات ممكن إصابات لكن ده هتأكد من خلال مرسلنا هناك الزميل فروه صلاح هيكون معنا على مدار حلقة نعرف أخبار التمرينة إيه أنتوني مودست جاهز ممكن يكون ورقة مهمة بكرة أعتقد فيه خط الهجوم وخصوصا بعد ما تأكد غياب كهرباء وصلاح محسن فأعتقد ما عندكش بديل غير إشراك على فكرة زعلوك يا جماعة من المهاجمين الوعدين جد واللي محتاجين أنا براهن عليه الموسم ده لو خد فرصة وأطيحت ليه فرصة أنا بشوف الولد ده ممكن يبقى مشروع يعني مهاجم كبير جدا في النادي الأهلي طبعا النهاردة الانطلاق هتكون بين طلاعي الجيش وبين البنك الأهلي والاتنين الحقيقة عملوا مركاته قوي جدا يعني أنت بتكلم السندي الحقيقة من حيث الكم من حيث الأعداد يعني في أندية عملت صفقات 10 و12 و14 صفقة فكل الفرق دعمت بشكل كبير وإن كانت كلها لعبة الكراسي الموسيقية يعني كلها من فرق كانت موجودة أورادي في الدول العام فما فيش أسماء جديدة تقدر تقول أنها عملت نقلة أو ده وجوه جديدة دخلت على بطولة الدول خليني أقول لحضراتكم كمان طبعا أنه الوافدون الجدد عندنا زد عندنا الجونة عندنا بلدية المحلة العاد بعد غياب طويل جدا يمكن الجونة يعني ما خدش وقت طويل وقدر يرجع سريعا زد واحدة من التجارب اللي يمكن هتكون عليها العين بشكل كبير داياتها الحقيقة كانت مبشرة وكانت بطلقة إشادة كبيرة جدا فاختبار حقيقي لزد مدرسة الكرف زد المواهب زد صفقات زد وبالمناسبة زد برضو عملت تدعيمات كبيرة جدا فبالتالي واحدة من الفرق اللي هيكون عليها العين بشكل كبير جدا في بطولة الدور طبعا زي ما أعلن السيد أحمد ياب أو نائب أحمد ياب رئيس ربطة الأندية أنه الجزء الأول أو المرحلة الأولى من الدوري الدور الأول من الدوري هيشهد حضور جماهيري يقدر بعشر تلاف في كل مباراة خمس موزعة طبعا على فرقتين فبالتالي كل فريق هيبقى من نصيبه خمس تلاف تذكرة لحقق لها حضور المباراة والتجربة يعني ممكن نقول خضع للتقييم وقابلة للزيادة يعني إيه؟ يعني على حسب شكل الأداء والتزام الجماهير في المباراة الدور الأول من الممكن جدا أن الرقم ده يروح لأبعد من كده في بداية الدور الثاني وده طبعا اللي نتمناه واحد بيشوف طبعا النهاردة مطشاط في أفريقيا مش بقولك في الخليج أنا بيكلمك على مطشاط في قارة أفريقيا في تنزانيا وفي غيرها يعني من الدول الحقيقة بنشوف مباراة شبه إلى حد كبير جدا الدوريات الأوروبية فنتمنى الكرة بدون جمهور حقيقة بتفقد جزء كبير جدا من طعمها ومن حلوتها ومن إثارتها جمهور دايما هو يعني هو صانع البهجة والفرحة لما يكون موجود في المدرجات ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن التجربة مع بداية الدور الثاني تكون ناكحة بشكل جيد كلامنا عن منتخب مصر تعرفين حضراتكم أنه المنتخب طبعا فيه تعقف فيه أجندة دولية في شهر أكتوبر وفي مرحلة تصفيات بداية مرحلة تصفيات كسر عالم في شهر نوفمبر ومستر روي فيتوريا المدير الفاني منتخب مصر بيتكلم كمان على تحضيرات معسكر المنتخب قبل انطلاق بطولة أفريقيا التي تتعف في كوديفور في يناير اللي جاي أعتقد أن تبدأ في نص يناير تقريب 12 أو 13 يناير لكن هو يمكن كان بيتفق مع المسؤولين المعسكر أو الأجندة الدولية بتاعة شهر أكتوبر اللي جاي المنتخب مفترض أنه هو هيلعب مباراتين وديتين اللي كان تم الإعلان عنه أنه عندنا مباراة مع زنبيا ومباراة مع الجزائل بعد كده في نوفمبر هيكون عندنا مباراتين رسميتين واحدة مع جيبوتي في بداية مشوار تصفيات كسر العالم والتاني دي هتكون هنا في القاهرة والتاني هنخرج بره عشان نواجه سيرليون في يوم 20 من نوفمبر كلام النهاردة على معسكر المنتخب في شهر يناير اللي يبدأ قبل بطولة أفريقيا واللي ميستر فيتوري عايزه يبدأ قبل بطولة بعشر أو بحضاشر يوم وهنتكلم عن تفاصيله النهاردة خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ ندخل في التفاصيل ونعرف أهم أخبار حلقة النهاردة وهو واحد من نجوم الأرسنال التاريخيين ناجل وينتربيرن نجم الأرسنال ونجم مستهم ونجم منتخب إنجلترا السابق هو دفنا دلوقتي فيه ألسا ديسا بداية طبعا كل الشكرة لك على مشاركتك معنا ودايما أهلا وسهلا بك على شاشة النادي الأهلي شكرا لكم على دعواتي هنا يمكن لقطة كده من لقطاتك في ملاعب إنجلترا وتقلقك مع جيل ذهبي في الأرسنال يمكن جيل عود جمهي الأرسنال ومحبين وعشاء الأرسنال دايما والجنرز على الوصول لمنصات التتويج يهمني أبدأ معك من نسخة الأرسنال بقيادة أرتتا وهبدأ معك قبل ما أتكلم عن الموسم الجديد إزاي شفت نسخة الأرسنال في الموسم الأخير وإزاي شفت قدرته على المنافسة على لقب البطولة الإنجليزية أعتقد أن أرسنال أن جمهير أرسنال ستكون سعيدة بما رأته في الموسم الماضي وكان أمرا مخيبا للأمال ما نراه أن لا يفوز بالبطولة أعتقد أن الإصابات التي حلت بالفريق أثرت على مستوى الفريق في النصف الثاني من الموسم أعتقد أن كان يجب عليهم الفوز بالدور الإنجليزي ولكن ما رأيناه من مباريات صعبة خصوصا ضد واستهام وبعد ذلك ضد ساوت هامتن كلفت أرسنال فرصة الفوز بالدور الإنجليزي أمام منشستر سيتي في النهاية هل بترى أنه قصة أرتتا مع أرسنال هي بداية قصة نجاح زي ما حصل مع أرسنال فينجر في فترة من فترات واستطاع أنه ينافس مش بس على البطولات الإنجليزية لكن كمان أرسنال كان حاضر بشكل كبير للمنافسة على البطولات الأوروبية نعم أعتقد أن كل الطريقين متشابهين أعتقد أن مايكل أرتتا بدأ من بداية مميزة بتغيير كبير في تشكيل الفريق هو غير الكثير من الفريق الكثير ذهب والكثير أتى فأعتقد أنها فترة مميزة لاعبون مميزون ديكلوند رايس ماوند أعتقد أن الفريق الآن ينتقل لمستوى كبير لمنافسة فريق كمانشستر سيتي أعتقد أن التغيير الذي سنراه هذا العام هو تغيير كبير أعتقد أن الفريق سينهي سينهي الرحلة بشكل أفضل وسيفوز أرسنل بالدورة الإنجليزية على عكس الموسم الماضي كتيبة أرتتا الحقيقة قدم من خلالها نجوم كتير منهم طبعا مارتينالي منهم أوديجرد منهم حتى خسوس وزينتشانكو رغم أنهم من نجوم الدورة الإنجليزية لكن ظهروا مع أرتتا ومع أرسنل بشكل أكتر من رائع بالإضافة لأسماء الميركاتو زي داكلين رايس وميس الماوند إزاي كمان بتشوف فرص الأرسنل الموسم ده في المنافسة على لقب الشامبيوز ليج وهل أرتتا عنده القدرة على أن ينفس كبار أوروبا نبعد عن المنافسة في إنجلترا ونروح أكتر للأنديا الكبيرة في أوروبا زي باي ميونخ وريال مدريد وغيرهم من الأندية إذا نظرت إلى دور الأبطال العام الحالي ستجد أن أرسنل ليس لديه تاريخ كبير مع هذه البطولة مقارنة بالفرق المتواجدة ولكن هذا يظل تحدي كبير لأرسنل أن يخوضها وأعتقد أن الفريق على كل سينافس مايكل أرتتا سينافس بشكل كبير للفوز ويظهر بشكل أفضل بأفضل ما يستطيعون في بطولة دور الأبطال ودور الإنجليزي وأن يدفع أو أن يخرج من المنافسة على الأقل في الدور الإنجليزي خلينا نتفق أن الكرة الإنجليزية بقت حضرة بشكل كبير جدا خصوصا في بطولة الشامبيونز ليج المواسم الأخيرة شهدت تتويج ليفربول شهدت تتويج تشلسي شهدت تتويج السيتي هل تعتقد أن الموسم ده في نادي إنجليزي قادر على تكرار نفس الإنجاز أو تحقيق نفس اللقب وموسط سيطرة أو هيمنة إنجلترا على بطولة الشامبيونز ليج أعتقد أن لدينا فريق قوي يستطيع أن يصنع ذلك وفريق السيتي متمرس في هذه البطولة إذا سألتني من الفريق من إنجلترا سينافس أعتقد أن هذا سيحدث بسهولة من أرسنل أو من مانشيستر سيتي وخصوصا السيتي لديه الحافز والجميع حول العالم لا يريدون أن يواجهوا السيتي لا يوجد فريق يتمنى هذا وخصوصا في مثل هذه البطولات الكبيرة لديكم أفضل وأقوى دوري على مستوى العالم أفضل لعبين محترفين الأفضل في الأسماء على مستوى المديرين الفنيين لكن يمكن دايماً بتكون علامة الاستفهام أن دي قدر على أن نتحق بطولات أوروبية بالتأكيد ولكن في النهاية ده مش بينعكس بشكل واضح على المنتخب الإنجليزي من وجهة نظرك إيه السبب في ده؟ حسناً تاريخياً أعتقد أننا كافحنا كثيراً ضد البطولات القرية آخر أربع سنوات كانت أفضل قليلاً نافسنا واقتربنا من اللقب بشكل كبير وكتيبة ساوث جيت استطاعوا معاً أن يشكلوا فريق جيد جداً وأعتقد أنني أعتبرهم كانوا أفضل فريق مثل إنجلترا منذ فترة وفي هذه اللحظة أعتقد أنهم أفضل تشكيل يمكن أن يبدأ به ساوث جيت أعتقد أن لدينا الكثير من المواهب وأعتقد أن في البطولات القادمة سيكون الشكل أفضل وأعتقد أن منتخب إنجلترا سيكون مفضلاً لدى الجماهير لدينا المنافسة الأبرز على مر التاريخ وهذا بالفعل يجب أن ينعكس على بطولة اليورو القادمة مش ممكن يكون معنا واحد من نجوم الأرسنال التاريخيين وما أسألكش على النجم المصري محمد النيني وإزاي بتشوف أو بتقيم مشواره وإسهاماته مع نادي أرسنال محمد النيني مما أعرفه الآن هو عضو من أعضاء الفريق هو عانى الفاترة الماضية من إصابة وهذا ما منعه من المشاركة بشكل ثابت في المواسم الماضية أنا أتفاهم ذلك وأتفاهم أنه يجب أن يعود سريعاً وأن يجب أن يشاهدك فالمنافسة على مركزه والمنافسة التي يخوضها أرسنال الآن ستكون صعبة ويجب عليها أن يشارك إذا كان لائقاً ويجب أن يأخذ عدد دقائق مع الفريق هو لديه شخصية قوية وهذا ما أظهره في السنوات الماضية وأعتقد أنه يليق على فريق أرسنال هل تتوقع أنه ممكن يكون لي دور مع الأرسنال ومع أرتتا الموسم الحالي بالطبع إذا استطاع أن يعيد نفسه للتشكيل فأعتقد أنه سيعود للعب بشكل مستقر هذا الموسم وسيكون له دور مهم أعتقد أنه سينال عدد دقائق وعدد مباريات مناسبة إذا استطاع أن يعود للتشكيل بعد الساعات ستبدأ البطولة الأهمة في أوروبا بطولة الشامبينز ليج وهستسني منهم لقائين يهمني أسمع رأيك وفرص الفرقة الإنجليزية فيهم فريق الأرسنال في مواجد أيندهوفن الهولندي وطبعاً في قمة ألمانية الإنجليزية تجمع بين اليونيتد وبين باي ميونيخ إزاي شايف فرص الفرقة الإنجليزية في بداية مشوار الشامبينز ليج بالنسبة لهذين هاتين المبارتين فمتشيستر رأينايتد ليس في أفضل حالاته لديهم إصابات كثيرة لديهم حالة أو حالتين من المشاكل الداخلية الخاصة بلعبيهم التي لا نودع نراها كثيراً ولكن كأرسنال أستطيع أن أقول أن مانشستر رأينايتد لديه موسم أو موسمين يحاول أن يفرض مستوى التغيير الذي حظى به الفريق على مستوى التشكيل ولكني لا أرى مانشستر رأينايتد يفوز بهذه المباراة ويفوز بالشامبينز ليج الفرصة صعبة بالنسبة لأرسنال ضد بي اس بي آيندوفن الفريقين على مستوى عالي جداً من الفنيات والمهارات العالية مباراة صعبة ولكن أرسنال سيفوز ويحتاج أن يفوز بهذه المباراة لإذا كان إذا أراد أن ينافس في البطولة وخصوصاً في مرحلة المجموعات أنت كنت بتلعب باك شمال أو مركزك في الملعب كان باك شمال في فريق الأرسنال يعني يمكن لو كنت بتلعب في نفس الوقت اللي بيلعب فيه محمد صلاح كنت هتبقى أنتوا في المواجهة المباشرة داخل الملعب شايف زي محمد صلاح في الدولة الإنجليزية يعني رأيك فيه طبعاً بما أنه لعب يمكن طبعاً كان ليه إسهامات كبيرة جداً مع ليفربول وإزاي كانت ممكن تكون مواجهته لو تقابلته في الملعب في البداية محمد صلاح هو لعب مذهل محمد صلاح حتى اللحظة يظل يمتع جماهير ليفربول بقدراته وإمكانياته المذهلة تمكنه من ترويد الكرة السيطرة على الكرة اللعب خارج الأظهرة اللعب داخل الملعب هو أعتقد أن إذا واجهته فلن أدعه يفعل ذلك ولكن محمد صلاح يستطيع أن يفعل الكثير ضد المدفعين بالنسبة لي في المباجهات المباشرة يجب علي أن أركز كثيراً ضد ملاعب كمحمد صلاح المنافسة ضد محمد صلاح ستكون جيدة وأتمنى أن أكون في أفضل حالاتي إذا واجهت لعباً مثل محمد صلاح لو طلبت منك أنك أنت ترشح أفضل من وجهة نظرك طبعاً أفضل ثلاث أسماء من الدولة الإنجليزية من أي أندية ممكن ترشحهم عشان ينفسوا على لقب الأفضل على مستوى العالم تختار مين أعتقد أن نحن تحدثنا عن واحد منهم محمد صلاح فليفر بول لديه فترة صعبة في الموسم الماضي ولكن محمد صلاح ظل ثابتاً ظل يحرز الكثير من الأهداف بدأ الموسم الحالي بشكل ولا أفضل هو أفضل لاعب يمكنك أن تشاهده في العالم الآن محمد صلاح وبالطبع لا نستطيع أن نغفل إيرلين هالند الموسم الماضي كان الأفضل في إنجلترا استطاع أن يفوز بالدولة الإنجليزية رفقة منشستر سيتي بالطبع فريقي يجب أن يكون هناك لاعب من أرسنل نرى الآن بوكايوساكا هو اللعب الأفضل في الفريق يلعب الآن في أفضل مستوى عالمياً نحن نتطلع لبوكايوساكا أن يكون الأفضل في العالم وأن يساعد الفريق رفقة مارتين أوديجرد وكامل فريق أرسنل أن ينهى الموسم الحالي في المركز الأول وأستطيع أن أقول أن بوكايوساكا سيكون مساهمة بشكل أكبر مع أرسنل ورفقة محمد صلاح وإيرلينغ هالند هما الأفضل في الموسم الحالي ناجل وينتربيرن نجم أرسنل التاريخي ونجم أرسنل طبعاً وانتخب إنجلترا بشكرك شكراً جزيلاً على مشاركتك كل التمانيات طبعاً للأرسنل بموسم موفق يبقى الأرسنل بالنسبة لنا ذكريات كبيرة جداً مع أرسنفينجر كان يا جماعة واحد من كبار العالم يعني كان واحد من أهم أندية العالم وعنده أسماء يعني كان بتلعب فيه على أعلى مستوى أهم من جوم في العالم كانوا في يوم الأيام بيمثل الأرسنل الفري الوحيد اللي على مدار تاريخ البطولة الإنجليزية فاز باللقب الذهبي بدون خسارة واحدة على كل أحوال موضوعاتنا لسه ما انتهتش ومهم جداً نروح للأهل نشوف أخبار الاستعدادات الخاصة بانطلاق المشوار في الدوري ومباراة المصري بكرة إن شاء الله هنروح ونعرف كل التفاصيل لكن بعد الفصل طيب طبعاً أنا عارف أنه الناس كلها مهتمة جداً بمطش بكر وطبعاً ده يعني زي ما قلت المباراة هي في الظروف الطبيعية مباراة صعبة لأنها افتتاحات مشوار دوري بتواجه فرقة لها احترامها فرقة بتلعب قدام الأهلي كل فرقة الدوري بتلعب قدام الأهلي كرة ما بتلعباش طول الموسم لكن المصري كمان يعني فيه تنفسية عالية جداً في مطشط الأهلي والمصري ومباراة ما تقبلش الاسم على اتنين صحيح هي مباراة في النهاية بثلاث نقاط لكن في التوقيت ده أنت مش محتاج نتيجة سلبية لا تعادل ولا خسارة وبالتالي محتاج مكسب ومحتاج عرض يطمن جماهي النادي الأهلي على موسم صعب ما عندكش فرصة فيه أنك أنت تضع وقت سواء كنت بتكلم على مطش الدوري أو بتكلم على تمهيدي دوري أبطال أفريقيا مطشين وراء بعد أو بتكلم على قبل نهاية كاس مصر أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ده بداية موسم يعني بسم الله الرحمن الرحيم ببدأ الموسم بدأ عشان دول اللي هيحضروني ويجهزوني أروح بيهم الأفروليج أو الدوري الأفريقيا هلنا ندردش على الأهلي والمصري ونتكلم كمان على النسخ الجديدة من الدوري اللي هنطلق أتنطلق إن شاء الله يعني بعد 30 ديئة من دلوقتي خلينا نرحب بداية بزميل عزيز والنقد الرياضي فاروق عصام الله يعني ما جناش بقاله كتير وحشنا كتير فخلينا نرحب بيه في البداية بسأخير يا فاروق مساء الخير يا أحمد مفسود دايما أن أنا معاك وحشني وحشني كل جميل النادي الألي أهلا بك معنا في انطلاقة مشوار نسخة جديدة نسخة 65 من الدوري خلينا بداية كده أخذ انطباعتك أو قريتك لشكل الدوري في الموسم الجديد إيه اللي أنت متوقع أنه يبقى إضافة إيه الحاجات اللي ممكن تكون متخوف منها والله إحنا لو نتكلم على متخوفين متخوفين من حاج كتير لأن الأيام اللي فاتت إحنا بنتكلم أسبوع قبل الدوري كنا بنتكلم المطشاط إيه إيه القرعة إيه الترتيبات عدد الجماهير كل الأسئلة كانت مطروحة فواضح كان واضح بشكل كبير إنه ما فيش تجهيز أو ما فيش خطة موضوعة للدوري حتى بداية الدوري النهاردة لو بصينا مع احترامي النادي طلعي الجيش ونادي البنك الأهلي ولكن كنت أتوقع بداية أقوى للدوري مطشي جماهيري فرق جماهيرية دايماً بتشوف في أوروبا مطشي بداية الدوري ده خصوصاً إحنا عندنا محتاجين الناس تتجمع وتتفرج على بداية الدوري وتهتم ببداية الدوري خصوصاً تشوف إيه المنتظر في التلسينيما دايماً يقولك الأوفيرتير فتحة الفيلم أو الأفانتيتر اللي هو بيبقى قبل التلسينيات ما تنزل مهمة جداً لأن دي عنوان اللي جاي بعد كده يتشدك وتخطفك فتبقى مستني يا إما تبقى تقليدية أو مع كامل الاحترام طبعاً أنا لا أقصدش بقاشاً من أشكال التقليل بس الفكرة أنه حتى لو مش بتكلم على مطشات أهلي وزمالك واللي داخل معهم مثلاً بيرمز وممكن نقول إسماعيلي بتاريخه في عندك مطشات كورة وفرق جماهيرية ممكن ترهن عليها في افتتاحات دوري تكون يعني جاذبة للأنظار أو يعني أكتر جاذبية من بالشكل ده بالزبط لأن بداية الدوري مهم وأول أسبوع مهم وأول أسبوع هو اللي هيحدد هل فعلاً هنشوف فيه تغييرات هل فيه تطورات بتحصل في المطشات في الجرافيك اللي بتعرض في التصوير في الحضور الجماهيري في الحاجات اللي تكلمنا فيها كتير التحكيم كل حاجة في أول أسبوع أو أول أسبوعين هي اللي هتتحدد وهي اللي هتحدد شكل الدوري هل فعلا فيه تغيير ولا ما فيه تغيير لكن هل بقى نتوقع أن فيه تغييرات كتير هتحصل وفيه التطوير اللي احنا اتكلمنا فيه وكل الناس اتكلمت فيه وقتل بحسا مشاكل الكرة المصرية ومشاكل تطوير الكرة المصرية أنا مش شايف ده بيحصل على الأرض الواقع شايف أن الدوري بدأ والناس اتفجأت أن فيه مباريات دوري وفيه احنا معرفناش التصوير هيبقى إيه التطورات اللي حصلت هو فيه وعد من الربط يبقى فيه نقلة ممكن تبقى مش على مستوى الدوري الإنجليزي لكن يبقى فيه صورة مختلفة في الدوري يبقى فيه جرافيكس مختلفة يبقى مختلف شوية في الدوري لكن ده من حيث الشكل أنا مني أكتر المضمون والمضمون بالنسبة لي يتلخص في نقطتين أساسيتين ما أعتقدش أنه أي حد معني بتنظيم مسابقة في مصر وبالذات مسابقة الدوري يكون فيه خلاف عليهم نمرة واحد الحضور الجماهيري نمرة اتنين التحكيم القصتين دول لو نجحنا فيهم الشكل المسابقة هيختلف 180 درجة وقوة الدوري والمنافسة فيها هتختلف 180 درجة ودول يمكن يكونوا من أسهل الملفات اللي ممكن تتعامل معاهم يعني أنت ممكن ما تجيبش لعيبة من بره ملعار التقيل ممكن الأندية ما يبقاش عندها قدرات على الإنفاق على الصفقات بالملايين الدولارات لكن في النهاية في حاجات أنت تقدر تشتغل فيها وتقدر تعمل فيها تطوير يا فاروق وفي حاجات بسيطة المنتج اللي انت بتقدمه كمباريات هل هو ممتع هل هو جزاب هل مباريات الدوري المصري جزابة أنا بشوف أنه فنيا لازم الدوري المصري يتطور ما ينفعش أن أنا تبقى مطشاطي 00 ومطشاط مقفلة وافضل لحد الوقت يلعب بكورة خلاص عاف عليها الزمن لازم تبقى كورتي مفتوحة بنشوف الدوري السعودي بعيدا بها عن النجوم بعيدا عن أي حاجة حتى قبل قبل قدوم الهجوم للدوري السعودي كانت مطشاطه مفتوحة التعاقد دايما مع المدربين الأجانب مدربين بيحبوا الكورة الهجومية على سبيل المثال لا الحصر مع احترام النادي فارقو التعاقد مع المدرب البرتغالي عجب نادي فارقو لأنه بيقدم أسلوب دفاع أغلب مطشاطه 00 مباريات نادي فارقو يعني مش هتلاقي الناس في الموسم الماضي الناس بتتكلم أن المباريات مش ممتعة دلوقتي أنا شايف أنه في الدوري الجديد في تعاقدات كتير مع مدربين بيلجأوا لنفس الشكل فالتطور حتى المنتج الفني مش هيبقى مش مرهن عليه بشكل جبير طيب من فاروق عصام في الستوديو الفاروق صلاح من داخل نادي الأهلي في الجزيرة تعالى نروح ونطمن على اللمسات الأخيرة النهاردة آخر تدريبة أو هي التدريبة الوحيدة الرئيسية يعني قبل مواجهة المصري بكرة إن شاء الله نطمن منها زيتهم لو ماتشو بكرة أنتوني مودست لأنه ما فيش خيار أو ما فيش بديل قدام كولر غيره في مركز المهاجم وإمام عشور لتقال إنه يمكن تعرض كده لإصابة خفيفة قد قد تمنعهم المشاركة بكرة نعرف التفاصيل أكتر من فاروق فاروق مساء الخير برحب بك الزميل العزيز أحمد سمير وبرحب بالنقد الرياضي لأستاذ فاروق عصام وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان زميلي أحمد طبعا كلامك وكلام الأستاذ فاروق عصام وضربة البداية اللي يقل لدوري المصري أو دور رابطة الأندية المحترفة والتطوير طبعا اللي بننشوده وبنتمنى نشوف الدوري المصري في كل مكانه وبصورة اللي طليق بقيمة تاريخ الكرة المصرية يعني خليني أخذ من الكلام ده قبل ما طمنك على التدريب وطمنك على كافة الأمور خليني أقولك أن النادي الآلي بيخوض التدريب بالكرات الرسمية للدوري المصري اللي خلاص اللي هيخوض بها مباراة الدوري فالأهل النهاردة أول تدريب النادي الآلي بيخوض التدريب بالكرة الرسمية للبطولة الدوري رابطة الأندية المحترفة ودي بتحدث لأول مرة وده أول تدريب طبعا خلاص إذا ما تعرفت إن الشكل بالنسبة لنا فيه دوري رابطة الأندية المحترفة سواء من الشكل الجديد أو الكرة الرسمية اللي هيلعب بيها البطولة الدوري. إذن فالأهل بيأخذ تدريبه بعد استلامه طبعاً للكرات الرسمية لبطولة الدوري الرابطة الأندية المحترفة. وده يعتبر زميلي أحمد. ده التدريب الرئيسي والأساسي الفريق النادل أهلي. طبعاً بعد العودة من السعودية. عشان أقربك من التفاصيل أكتر بقى ومن الصورة أكتر. زميلي أحمد. ندل أهلي بعد مباراة السوبر الأفريقي. كان مستر كولر منح اللعبين أجازة لمدة 24 ساعة. استنف التدريبات والنهارده استعدادها لانطلاق بطولة الدوري أمام المصري غداً على استاد برج العرب. قبل التدريب مستر كولر عقد جلسة مع اللعبين. كلم طبعاً على سلبيات بطولة أو مباراة السوبر وأن تفقد مباراة وتفقد من خلالها بطولة. كلم مع اللعبين وطالب اللعبين بضرورة عدم البناء على الموسم الماضي. لا ننسى الموسم الماضي. عايزين نركز في الموسم القادم. عندنا بطولات كتير. عندنا دوافع كتير جداً. طالب اللعبة بنسيان الموسم الماضي. الموسم الماضي ده أو زي ما قال للعبين بطولاته بإنجازاته دخل المتحف. عندنا بطولات كتير. عندنا إنجازات كتير. عندنا تحديات كتير في هذا الموسم. لازم نتعلم من مباراة السوبر الأخيرة. لازم نبني على المحطة الصعبة أو المطب اللي بتقع فيه. علشان تبقى انطلاقة للجاي. طالب اللعبة خلاص سنقفل صفحة مباراة السوبر وأكد على بداية الدوري وأكد على النقطة مهمة جدا أن البدايات مهمة جدا هنلعب أمام خصم صعب جدا زي فريق المصري مدير فني زي الكابتن علي مير بيعرف يقفل الملعب بشكل كويس بيقدر يلعب أمام النادي الآلي أنه يفكر دايما أنه يطلع بنقطة التعادل بيبقى بالنسبة له هدف أساسي أكتر من أنه يفكر في الفوز ميستر كولر يتكلم في الأمور دي مع اللعبين يتكلم في كافة التفاصيل الفنية اللي طالبها من اللعبين في هذه المباراة انطلق التدريب زميلي أحمد وأنا عايزة أطمنك طبعا أنت عارف غياب حسين الشحات غياب كهرباء وغياب أيضا صلاح محسن طبعا لظروف الإقاف عن هذه المباراة خلينا أكد لجازية أنتوني مودست اللي من المقرر والمن المنتظر إن شاء الله أنه يقود خط هجوم النادي الآلي غدا بمشية الله وتشاهدون أول مباراة رسمية لأنتوني مودست زي ما احنا شايفينه في التدريب بيظهر بشكل متميز جدا ميستر كولر يتكلم معاه اللحظات قبل انطلاق المران كابتن سامي بيتكلم معاه كابتن خالد شفت حديث ما بينه وما بين يعني بير ستاو وأليو ديانج إن شاء الله يكون واحد من العيبة والصفقات المهمة جدا للنادي الآلي بالنسبة لإمام عشور زميلي أحمد إمام كان طبعا اشتكى من كادمة في مباراة السوبر الأخير أمام اتحاد العاصمة لكن زي ما أكد لنا طبعا الدكتور أحمد جبال رئيس الجهاز الطبي بالنادي الآلي إن الكابة كانت بسيطة جدا ولكن بأكد لك جهازية إمام عشور اللي بيشارك في التدريب النهاردة بشكل متميز جدا وبالصورة وبالشكل طبعا إن شاء الله اللي يكون جاهز معاه للمباراة غدا بأكد لك جهازيته إن شاء الله ويكون واحد من العناصر المهمة جدا الموجودة مع مستر مارسل كولر في المباراة القادمة بإذن الله أيضا بأكد لك بالنسبة الكريم فؤاد وأكرم توفيق الأمر خلاص بيقضع لي الرؤية الفنية والجهازية البدنية للتنين اللعيبة لمدى جهازيتهم البدنية ولكن من ناحية الطبية بأكد لك جهازيتهم يتبقى الأمر ويقضع الأمر لي مدى احتياج مستر كولر ليهم وجهازيتهم البدنية في الاستعانة في هذه المباراة لكن زميلي أحمد في هذه الأثناء التدريب بيستمر مستر كولر كلم مع بعض اللعبين على بعض الجمل الفنية التي طالبها منهم تركيز طبعا على فريق المصري وكابتن علي ماري إزاي بيديأ المساحات وإزاي بيديأ في الملعب إزاي يكون عندي تنوع واختراقات لقاطة الدفاع إزاي أننا أقدر أستغل الكرة الثابتة اللي جات لي منها عادت كبير جدا فيه المباراة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة لم يستغل لكن إن شاء الله من اللي احنا شايفينه من التدريب من اللعبين من حديث مستر كولر إن شاء الله زميلي أحمد هتكون بداية انطلاق اللعب للنادي الآن في هذه المباراة وتكون بداية الدوري والحفاظ على درع الدوري بإذن الله إن شاء الله رهنا على روح الفريق اللي بيزهر دايما أو بتزهر دايما معدنه في الأوقات الصعبة وإحنا محتاجين الروح دي تكون حضرة في بلعب برج العرب بكرة إن شاء الله أنتم مفتوض الفريق هيتحرك بعد نهاية الميراندا على أسكندرية عشان يبات هناك طبعا استعلان لمباراة المصري مظبوط بالضبط زميلي أحمد عاقب انتهاء المران الفريق هتوجه طبعا إلى المدينة الأسكندرية للمبيت بقى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة اللي إن شاء الله طبعا تكون بداية انطلاقة النادي الآلي وزي ما أنت بتقولت رهنا دايما بيبقى على روح فريق الجماعة في النادي الآلي روح الفريق اللعبين الجهاز الفني إن شاء الله زميلي أحمد تكون بداية خير بإذن الله وكل الانطلاقة من مباراة المصري بإذن الله بإذن الله بأشكرك شكرا جزيلا زميلينا العزيز فاروق صلاح من داخل نادي الأهل في الجزيرة دي كانت أخبار التمرين وزي ما قلت لكم الأهل جاهز سكواد الأهل جاهزة باستثناء اللعيبة الأزب مختلفة يعني مش هتشارع بكرة أهمهم وللعب ومباراة السوبر كهرباء والشحات وصلاح محصن معادة ذلك الكل جاهز للمشاركة طيب قبل ما أكمل كلاما على الدوري خليني بما أن احنا فتحنا مباراة المصري مع فاروق عصام وفاروق صلاح خليني أكمل لأنه المصري بالنسبة لناس كتير أو ناس كتير ما تعرفش أنه المصري السنادي مختلف المصري السنادي كتاب مقفول عدد كبير جدا من الصفقات معسكر إعداد أعتقد كان في المغرب وقيادة فنية صحيح كابتن علي ماهر استلم في نهاية الموسم لكن يعتبر بداية موسم جديد مع فريق جديد فبالتأكيد شكل المصري اللي يزعر عليه بكرة مش واضح المعالي متطفق معايا ولا يمكن نقول أنه هو لغز زي بالظبط كان لغز اتحاد العاصمة لأن اللي حصل في اتحاد العاصمة شبيه شوية باللي حصل ماشر لعيب جديد في اتحاد العاصمة فكان الجهاز الفني لنادي الآلي شوية ما عندهوش مباراة للعيبة اللي لعبت لأننا نتكلم في وسط ملعب وهجوم في اتحاد العاصمة اتغير تماما في المباراة فالنادي المصري برضو متوقع أنه هيبقى فيه تغييرات كتير جدا عن آخر مباراة كانت في الكاس وبغض النظر أن مباراة الكاس كانت صعبة على النادي الآلي وكان النادي المصري ند قوي بعد التدعيمات الكتيرة للنادي المصري احنا بنتكلم في صفقات كلها صفقات قوية أنا بشوف أن النادي المصري بعد تدعيمات النادي الآلي والأسماء العالمية اللي جابها النادي الآلي هو أفضل فريق في المركات عمال مركاتو أفضل فريق في المركاتو احنا بنتكلم على محمود حمادة الصفقة المفاجأة لجمهير النادي المصري والصفقة اللي كان بيحتاجها نادي المصري في خصوص الملعب لأن إيزي إيميكا وعمر موسى كانوا موجودين طب تقول لنا أسماء الرحلين الأول يا فاروق مين رحل من تشكلة المصري اللي كانت موجودة في الموسم الأول في آخر الظهور لي مع الأهلي في نهاية الموسم اللي فات يمكن كان أغلب الأشهر الأسماء اللي رحلت كان جريندو عن نادي المصري ووجود من نادي المصري لكن احنا لو تكلمنا بقى خلينا نتكلم عن تدعمات نادي المصري المركات والصفقات اللي عملوها نتكلم محمود حمادة من فارقو وبهر المحمدي من المصري دخمون موجود لسه يالياس الجلاسي موجود لسه موجودين ويمكن هم كمان جالهم عروض حتى من الجلاسي جال عروض من تونس من أندية كبيرة في تونس لكن النادي المصري قدر يحافظ عليه لأنه واحد من اللعيبة المهمة جدا جدا هم الاتنين دول من أبرز المحترفين في الدوري المصري اضاف عليهم بقى اتنين في الدفاع أنا شايف أنه هم أسماء كويسة جدا كان بار المحمدي وأحمد أيمن منصور لأن كان دفاع المصري هو شوية أضعف خطوطه خط الهجوم يعني كان خط هجوم متوسط دلوقتي بقى خط هجوم قوي بنكال محمود حمادة فارقو بار المحمد الإسماعيلي يوسف الجهري المقاولين سمير فكري واحد من اللعيبة المميزة جدا من المصري سمير فكري بتاع الداخلية كان هو يمكن أفضل لعب مميز جدا مخرك الأساسي الفريق الداخلية فقر الدين بن يوسف صفقة انتقال حر أحمد أيمن منصور اتكلمنا أنه هو إضافة دفاعية لأنه بيقدر يلعب كظاهير أيصر وقال بدفاع محمد الشامي من نادي الإسماعيلي صفقة انتقال الحر ميدو جابر يعني اللي تابع معسكر نادي المصري بيقال أن ميدو جابر قدم فترة إعداد مميزة ومرشح للبداية اتنين اللعيبة محترفين أماضوا مولدوفي من جامل نادي مولدوفي وأمان كونو من غانا تموثارفين برضو مجهولين شوية ما ظهروش قبل كده فهيبقى ظهورهم الأول دي فرقة كاملة فرقة كاملة وتدعمات قوية جدا لسه هيبقى فيه طبعا الانسجام غايب عن النادي المصري ولكن بطبيعة الحال أي فرقة بيدربها كابتن علي مير خلاص تعودنا لا بس لعيبة كمان يعني مش بس لعيبة كلها أصحاب خبرات كبيرة جدا في الدوري مع مشوار طويل يعني ميدو جابر أحمد أيمان منصور بار محمدي محمود حمادة الشامي فقر الدين بن يوسف كلهم لعيبة يعني لعيبة تقيلة ستحتاجه وقت شوية عشان تدخل في منظومة تطلع يبقى فيه لعب وفيه انسجام لأن فيه لعيبة كتير كمان في الصفقات دي بتلعب في نفس المركز فيبقى فيه تنافس كبير ويحتاجه وقته ولكن هنتوقع بقى سلوب لعب كابتن علي مير المحفوظ اندفاع بدني بشكل كبير مباراة بدنية مباراة هتلاقي كل لعبة من أول دي لعبة المصري الآخر دي بيلعبه هو مهتم جدا حتى سألت حد كان قريب من معسكر نادي المصري قال الإعداد البدني اللي لعبت المصري فوق الوصف يعني هنشوف لعيبة معدة بدنيا بشكل قوي جدا في المباراة دي آه اللعب يتطلب بعض المباراة عشان حتى لو هو معد في معسكر إعداد بيحتاج وقت للمباراة عشان يوصل للقمة ولكن هنشوف ند للنادي الأهلي وهنشوف مباراة صعبة لنادي الأهلي كنت تمنى بداية مغيرة ولكن النادي الأهلي بعد مباراة تحاد العاصمة خلاص بدأ يخش في الأجواء وحتى أنا مباراة تحاد العاصمة والهزيمة اللي حصلت آه بطولة راحت من نادي الأهلي ولكن الأمور الإجابية من الهزيمة دي كتير جدا كتير جدا للنادي الأهلي هنتكلم عليها بالتفصيل لما نتكلم عن نادي الأهلي طيب تسمح لي بس أتقدم نيابتا عن نادي الأهلي بواجب عزاء في واحد من الأسماء الحقيقة الكبيرة داخل قلعة الحمراء الأهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة عضاء مجلس الإدارة وقطعات النادي الرياضية يعني عن ببالغ الحزن والأسى الحج تسير الهواري عضو النادي وأحد أبرز أعضاء لجنة الحكماء الذي وفاته المنية اليوم دعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجعون بقاء لله طبعا في وفاة الحج تسير الهواري واحد طبعا من أهم الأسماء كان داخل مشوار طويل داخل النادي الأهلي خالص العزاء طبعا للأسرة الكريمة هرجع تاني للمباراة المصري وضيفة على الأسماء اللي أنت كلمت فيها يا فاروق وجود علي ماهر وعلي ماهر أين كان موقعه دايما مطشاطه مع الأهلي بتشهد يعني أين كان الفريق اللي هو بيتولى مسؤوليته دايما مطشاطه مع الأهلي يعني بيبقى فيها تنافسية عالية جدا وهو مديل فني واعد على فكرة يعني فيه كثير تعالف هو ابن من أبناء النادي الأهلي طبعا كان واحد من أهم الجمه الكرة في مصر ومهاجم طبعا أنا يعني شفت فترة علي ماهر وحضرته وكان مهاجم يعني مهم جدا وكثير من جمهور الأهلي بيزعل منه فكرة أنه هو يعني بيلعب قدام الأهلي كابس ده طبيعا ده بالعكس ده شيء يشرف النادي الأهلي إنه أولاده يعني بيقدم المستوى لكن تتوقع تفكير علي ماهر في مباراة بكرة وهو عنده مشكلة زي ما أنت قلت أنه أغلب الأوراق اللي أنت قلت اللي بالمناسبة أغلبها ممكن يشارك أساسي بكرة مفيش بينهم وبنبعض انسجام يلجأ لجم مفتوح يهاجم النادي الأهلي يقرأ سيناريو مباراة التحاد العاصمة ويحاول يكرره ولا يفكر في إيه أعتقد أن مباراة التحاد العاصمة هتقدم له شوية رشيدة أنه هو إزاي يتعامل مع النادي الأهلي عكس النادي الأهلي اللي ما شفش مباريات للنادي المصر بتشكيلته الحالية فبالنسبة له هتبع لأسماء شوية لسه حتى معروف أن كابتن علي ماهر بيأخر التشكيل قبل المباراة احنا شفنا من الحاجات بقى التطور اللي حصل في الدورة أنه خروج التشكيل قبل ساعة ونص من المباراة فأعتقد النادي الأهلي هيحاول يقرأ تشكيل علي ماهر ويشوف مين العناصر ما أعتقدش أن كل العناصر هتتواجد نتكلم ممكن باهر المحمد يبقى موجود ممكن ميدو جابر يبقى موجود سامير فكري مش هيبقى موجود ما أعتقدش ممكن في وسط الملعب محمود حمادة هيبقى موجود دولة التلات عناصر اللي أنا أتوقع أنهم هيدخلوا على التشكيلة اللي كانت موجودة وكانت قريدي قوية للنادي المصر بالضبط فالمباراة هتبقى صعبة ولكن النادي الأهلي قادر إن شاء الله أنه هو يكتزها لو صلح بعض العيوب الفنية والمشاكل اللي ظهرت في في مباراة اتحاد العاصمة وده شيء إيجابي أنه يظهر لك مشاكل فنية ويظهر للجهاز الفني بعض الخلل المتواجد والواضح والأعتقد أنه حتى مستر كولر اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وفي تصريحاته بعد المباراة كان مهم جدا لعبة النادي الأهلي تحط رجليها على الأرض الصقة الزايدة لجمهير النادي الأهلي استشافتها لجمهير النادي الأهلي جمهير زواقها هدف كهربا لو تحسب تفتكر سيناريو الماتشو كان ممكن يمشي بنفس الشكل ومعظم التحليلات اللي طلعت في فكرة الخسارة بتاعت الأهلي كانت ساعتها تروح لحتة تانية خالص؟ يعني لو كرة كهربا تحسبت أو البنالتي بتاع كهربا تحسب أو يعني الحكم كان فير أكتر وما حسبش ركلة الجزاء بما أنه فوت ركلتين جزاء لنادي الأهلي فما حسبش بتاعت تحاد العاصمة أو أنه الفار ما ندهش حكم السياحة زي ما ما ندهوش في اللعبتين بتوع الأهلي هل تفتكر كان تقييم أو تحليل أداء الأهلي في المباراة كان هيكون بنفس الشكل؟ شيء طبيعي لأن وقتها أنت هتتقدم على التحاد العاصمة اللي هو فريق إحنا لو رجعنا لسيناريو المباراة ما عملش عليك هجمات غير ركلة الجزاء وركلة الجزاء ما تعتبرش يعني ركلة الجزاء وارد تحسب وارد ما تحسبش هي لعبة كرة سابتة هي لو تحسبش يعني هي لو جت تحسب كل اللي شبهها الكرة دي لو جت للأهلي عشر مرات في الماتش ولا واحدة منهم هتتحسب نفس اللعبة بالضبط فأنت لحسبت دي لازم تحسب اللي شبهها في الماتش فأحنا بنتكلم لكن أنا بس بحاول أبعد بيك عن فكرة النتيجة وتأثيرها على تحليل أداء الأهلي في المباراة لو الأهلي كان كسب المباراة دي هل كنت هتشوف أنه حالة يعني الانتخاذ اللي توجهت للأهلي أو المارس الكولر أو الأسباب اللي تقلت على خسارة النتيجة أكد هتبقى هي هي ولا كدت هتختلف بشكل كبير وأنا ما باتفيش مع أي حد بيوجه انتقاد للناد الأهلي عشان خسر بطولة سوبر وبطولة سوبر من مباراة واحدة لا بالعكس وهو ده وارد بعد إنجاز كبير وموسم طويل حققت فيه كلت فيه الأخدر واليابس ده شيء وارد لكن أنا بتكلم أن النقطة الفنية اللي ظهرت في المباراة أو بعض الخلل وده شيء برضو وارد لأن فيه لعيبة دخلت زي إمام عشور دخلت على التشكيل محتاج هو إمام عشور دخوله على تشكيل نادي الأهلي أدى لتغير أفكار مارسل كولر بشكل كبير لأن احنا بنتكلم ووجود إمام عشور ومقارنة بحمدي فتحي هي أدوار مختلفة تماما إمام عشور هيظهر إمتى لما مودست يلعب ليه لأن لما لجأ كولر بس على فكرة أنت لو بتفكر يعني تبدل لعيب بالعيب أنه يقوم بنفس الدور أنا بشوف أنه حمدي ممكن يتفوق على إمام دفاعيا إمام يتفوق على حمدي هجوميا فبالتالي إذا كنت نجحت في توظيف لاعب زي حمدي فتحي في أنه يكون ليه دور هجومي ودور في التكملة ودور في التسجيل والتهديف وخلق المساحات بشوف أنه إمام كمان لو هتبدل دور بدور يعني أو لعيب بالعيب بيقوم بنفس الدور بشوف أن إمام ممكن يقوم بالدور ده بشكل كويس جد بالضبط يوم ما شفنا حمدي فتحي بيتطور مع كولر شفنا بيلعب تلعب بأربعة واحد واحد وهو متواجد تحت رأس الحرب ليه لأنه لما فكر قال أن مين عندي يقدر ياخد الكرة العالية لما فكر أن الكهرباء كمهاجم مش من مميزاته الكرات العالية وأنه هو يبقى هيدر كويس فكر في حمدي فتحي الكرة العالية في كل الهجمات اللي كان بتتلاقي بالحمدي فتحي كانت بتروح للكرة العالية مع مودست وجود مودست مهم ليه أن أنت لما بقيت حمدي فتحي ما بقاش عندك اللعيب اللي يقدر ياخد الكرة العالية مودست هو مهاجم محطة خلاص النادي الأهلي من السنين طويلة جدا كان بيدور على المهاجم اللي يقدر ياخد الكرة العالية يقدر يستلم الكرة سواء عالية سواء على الأرض يقدر يستلم ويحرك بقية اللعبة. فمش مطلوب من إمام أنه يقوم بأدوار حمد فتحي. شفناه ولزهرت ملامح في مباراة اتحاد العاصمة أن إمام موجود جنب حسين الشحات وجنب علي معلول كمسلس. بيعتمد كولر كموجود مروان عطية في وسط الملعب. راية هند بتاعه ديانج على شماله إمام عشور. عشان يعمل مسلس ما بين ديانج وبيرسي تاو أو ديانج ووردا سليم ومحمد هاني. وعلى الجانب بالآخر. معلول والشحات وإمام. بالضبط. يبقى فيه ثلاث مسلسين موجودين في طرفين الملعب. إمام ما كانش بيظهر جوه مطلقة الجزاء لأنه ده مش مطلوب منه. لكن انت استفدت به على سبيل المثال في التصويب الكهرباء قدر يسجل منها لعدد. اللي أنا بشوفه صحيح. فهي دي مميزات إمام. إمام يقدر على الملعب. هرده شفت بالمناسبة إعادة من الزاوية العكسية. كنت شفت طبعا ما تعرضتش في شاشاتها التلفزيون. لكن يبدو أنه حد من الجمهور مصورها. وصورة واضحة جدا. كورا ما فيهاش أي شبهة فاول. وإنا في رؤلتها في صايد. لكن هي فاول. أنا استبربت أنها فاول. لا يا ما فيهاش أي شبهة تسلل فيها. لكن اتحسبت على أنها فاول. لكن لما تشوفها النهاردة شفت الفيديو من الزاوية العكسية. كورا ما فيهاش أي حاجة. هي فاول إمتى لو الحارس استحوز علىها. هو الحارس يدوبك. خليني أكمل كلامنا على المصري مستمر بس قبل ما نشوف إيه الجديد اللي ممكن يظهر على ده نادي الأهلي وإيه تفكير ميستر مرسل كولور في المباراة فاصل سريع ونرجع لحضراتكم كلمنا يمكن على شكل المصري في ثوبيه الجديد يعني يبدو طبعا يعني دي مش معلومة دي وجهة نظر إنه إدارة المصري عينيها على المنافسة على الأقل للدخول في المربع الدهبي وبالتالي التأهل وهو طموح مشروع ما حدش يقدر ينكره طبعا لأنه واضح إنه التدعمات اللي وصفها فاروق قبل الفاصل بإنها الأقوى على مستوى الأندية المصرية في الدولة الحالي بعد الأهلي طبعا بإنها بالتأكيد بتعكس رغبة حقيقية في إنه مش يعني مش في المنطقة الدفاقة أني مور مش في المنتصف الجد ولا إحنا عنينا على أقل على الدخول في المربع الدهبي كلمنا على فاروق الشكل المصري مع علي ماهر كلمنا على الصفقات اللي ممكن تظهر بكرة خلينا روح معك للأهلي وفي أسماء غايبة بكرة بشكل إجباري يعني في أسماء حضرة مباراة السوبر بكرة مش هتبقى موجودة في مباراة المصري واحد البداية الأسماء اللي ممكن تشوف إنها ممكن تلعب دور بدل كهرباء بدل الشحات وصالح طبعا لشارك كبديل في مباراة السوبر خلينا نقول إن الأسماء تعوضها واضح ومباشر أعتقد إنه جمهير النادي الأهلي متوقع عمين اللي هيتواجد كهرباء كراس حربة هيتواجد مودست في أول مبارياته والجمهير متعطشة تتفرج على مودست هو لعيب جمهير النادي الأهلي من أول لمساته في مباراة البكرة هتقول إن اللعيب ده مجاش زيه في الدولة المصري لأنه لعيب عالمي مجاش زيه في الدولة المصري مهاجم محطة هداف بدني قوي رغم سنه اللي الناس اتكلمت إنه سنه كبير لا هو بدنيا قوي جدا فإحنا بنتكلم على لعيب لا جمهير النادي الأهلي هتتبسط لما تتفرج على مهاجم خصوصا إن المركز ده في النادي الأهلي آخر كم سنة أو نقول المهاجم الأجنبي آخر كم سنة كان شوية النادي الأهلي بيدور على مهاجم بقاله سنين وبقاله مواسم طويلة فإن أنت تعوضوا بلعيب عالمي زي مودست فنيا هيغير فنيا في أفكار كولر بشكل كبير جدا اعتماده على رأس حربة بالشكل ده وبالبروفايل ده هو في أفكار هينفزها ونشوفها بكرة زي ما تكلمنا الكرات العالية استلامه تحرك اللعيبة حواليه الجناحين لأنه نشوف بكرة ريدا سليم غالبا وبرسيتاو لأن حسين مش هيبقى موجود فهيبقى موجود ريدا سليم مكان حسين شوفنا سرعاتهم بكرة البداية تبقى في جناح شمال ريدا سليم في اليمين بيرسيتاو بيرسيتاو كانت برضو من الملاحظات نزوله في مطش الاتحاد العاصمة شوفنا مركز جديد ليه يمكن شوية أنا قريطها لما حطت عبد المينعم راس حربة أو متواجد في منطقة الهجوم هو كان عايز بيرسيتاو ياخد الكرة التانية وعبد المينعم يبقى متواجد في الالتحامات لأن في آخر الدقيق هيبقى فيه لعب مباشر وليعب طويل كتير فهو كان حطت بيرسي قريب شوية في منطقة العمق عشان ياخد الكرة التانية لكن بيرسيتاو أعتقد أن المباراة دي هيتواجد في مركزه الطبيعي كجناح يمين مكان حسين أعتقد أن ريدا سليم يقدر يلعب في الوينجينج أنا كنت أتفرج عليه في الجيش الملك كان يقدر يلعب يمين ويقدر يلعب شمال وحتى يقدر يلعب في العمق تقدر تقول رؤيتك أنت هو مارسل كولر لسه بيجرب يعني هل في دماغه طريق التوظيف أو أسلوب معين ولا لسه بيجرب دوتهات ولعيبة ممكن تبقى تركبتها مع بعض أفضل من اللعيبة تانية وده ممكن ياخد معنا وقت شوي لو هو مدرب لسه بيجرب مش هياخد الوقت ده كله عشان يختار الصفاقات لكن واضح أنه هو عنده فكر عايز يطبقه واعتماده على اللعيبة اللي جابها دي هتساعده بشكل كبير جدا في التطبيق أفكار كلمنا على واحد زي يعني الأساس في الموضوع من وقت نظرك أنها الفكرة اللي كانت موجودة في رأس مارسل كولر واللي اختار على أساسها العناصر اللي ممكن توصل بالفكرة دي للشكل الأمثل في التطبيق أو التنفيذ بالزبط وده ظهر حتى مع إمام في أول مباراة هو غير تماما أفكار محمد فتحي هو أمام ما جاش تحط بنفس أدوار محمد فتحي لا أدوار مختلفة تماما وهو ده اللي كان عايزه يتبقى فقط على كولر تطوير مش دي ممكن تبقى مغامرة فاروق يعني لو افترضنا صحة النظرية دي طب ليه ده الطريقة دي اللي أنا لجأت لها في ظروف استثنائية يعني طريقة الاستغلال الأمثل للقماشة اللي كانت موجودة معايا الموسم اللي فات بما أننا مقدرتش أعمل اللي أنا عايزه في الصفقات أو الأوراق اللي أنا بحتاجها عشان تنفذ الطريقة اللي أنا حايت ببالعب بيها مش موجودة فروح تواخد اللعيبة دي عمل منهم طريقة تانية نجحت نجاح مبهر وجبت كل الألقاب في كل البطولاتنا اللي أعطتها إلي خلينا أفكر أو أغامر أن أنا أغيرها لأن العمل كده يقدر يعمل كده اللي تحط في ظروف صعبة وجيه في وقت صعب ولقى قدامه لعيبة لسه ما جابش صفقاته ولسه ما جابش العيبة اللي هو عايزة أو بروفايلات لعيبة لقى من غير تقريبا كهرباء واللعيبة اللي كانت موجودة في مركز حربة هي مش روز حربة هو اضطر ولقى الظروف كده الراجل نجح وقدر يطوع أفكاره على حسب العيبة الموجودة ليه دلوقتي بعد مركاته وبعد ما إدارة النادي الأهلي لبت الطلبات اللي هو عايزة ليه ما غيرش وأبدأ ألعب الأفكار اللي أنا بعتمد عليها أو اللي أنا عايزة أطبقها أنا متواجد أنا شفت في إمام عشور توظيف هيخلي إمام عشور لعب مختلف تماما تماما ورغم تقلق إمام عشور في فترة السنوات الأخيرة في الدولة لكن هو العيب يمتلك إمكانيات أعلى بكتير جدا من اللي ظهرت ولسه هيتطور أكتر ومركز الجديد بتاعه تواجده كلاعب مش هنقدر نقول بقى اللي هو خلف رأس الحربة هو لاعب أشبه بالجناح وصنع اللعبة في نفس الوقت أدوار الدفاعية هتقل لوجود ديانج فإمام عشور هيتواجد وهيشكل صنائية رائعة مع أي جناح ومع معلول أعتقد الجابة دي في النادي الأهلي هو كولر بيعدها أنها تكون جابة نارية على أي منافس نرجع تاني لتوظيف وسط الملعب أنا طالب بس النادي الأهلي هي اللمسة الأخيرة واللمسة قبل الأخيرة لبعض اللعيب ده لسه لحد الوقت ما تتوارش على سبيل المثال أليو ديانج لو تكلمنا في مميزات أليو ديانج ممكن نقول من هنا لآخر الهواء مميزات أليو ديانج ولكن ينقصوا اللمسة الأخيرة بتشوف أليو ديانج ممكن يعدي من اثنين لعيبة من ثلاث لعيبة وبيخترق وبيتقديم هو أفضل لعيب بوكس تو بوكس تقريبا في مصر بالزبط نقصوا حاجة بسيطة جدا اللمسة الأخيرة شفنا في ماتش التحدي العاصمة في كورة لو لعبها الريدس كان تقريبا شيء بانفراد هو لجأ أنه فكر أنه هو يشوت ممكن تمريرة تانية تلاقيها طويلة تخرج برة أليو ديانج محتاج حاجة بسيطة جدا هتخليه واحد من أفضل لعيبة فيه إضافة جديدة في الجهاز السنة خاصة بتطوير أداء بشكل فردي يعني بارينجر المساعدة مارسل كولر جاي عشان يشتغل مع كل لعيب بروفايل بروفايل بالتأكيد كل السكواد على أهل الناس قم نكلم في الفصل أنه ده أفضل السكواد تشوفه للأهلي من سنين فات بكل بقى الإنجازات والألقاب والبطولات القرية والعالمية لكن لما تيجي تبص على السكواد الأهلي السنة دي مقارنة بالمعاسم السابقة ما أعتقدش أنه فيه اتنين ممكن يختلفوا عن الكواليتي اللي موجودة السنة دي هي الأفضل على الإطلاق طبعا طبعا وبعدين كل الحاجات اللي كانت نقصة اكتملت النهاردة عندك قط هجوم ناري يعني حقيقي تفرح بكل الأسماء اللي موجودة فيه الأهم أو الرهان بالنسبة للجمهور النهاردة على حاجتين لا واحد أنه اللعيبة دي توصل للتوب فور يبقى في أعلى معدلاتهم البدنية والفنية ومن ناحية التركيز في الملعب وبرى الملعب دي نمرة نمرة اتنين أنه الانسجام يعني أنت عارف اللعيبة اللي بتلعب مع بعض في الملعب من غير ما تبص هي عارفة أنت بتفكر في إيه وهتعمل إيه وهتخطها فين عشان أنا هتحرك إزاي الانسجام دا لو حصل بين توليفة الأهلي برسي وعبدالقادر والشحات وكهربا ومودست ومن وراهم إمام ومروان والسليا وديانج انت بتكلم على فرقة تقلت بتقولي نفكر بقى نكسب السيتي نفكر ننافس السيتي ما قلتش نكسب السيتي نفكر ننافس السيتي نلعب مبارا ند ند احنا كمان بنتكلم على التنافسية الرهيبة في كل مركز في النادي كل لعيب هو فيه لعيب تاني متواجد في مركزه دايما محسسوا بخطر كلمنا على رضا سليم وحسين الشحات اتنين تقريبا افضل جناحين في افريقيا مش بس في مصر فاحنا بنتكلم اتنين لعيبة موجودين في جبهة تنافس شديد بيرسيتاو وعبدالقادر او بيرسيتاو وطاهر كمان مودست وهو موجود فيه اتنين روس حرب وموجودين في النادي الاهلي هينفسوا بشكل كبير كهرباء وصلاح محسن في وسط الملعب عمر السلية وديانج نحية التانية افشا لعب زي افشا لعب مهم جدا في النادي الاهلي تنافس شديد جدا مع امام عشور في كل مركز فيه منافس ومنافس وشارس للاعي لعب ده بيخليه خرج افضل ما عنده مش هتلاقي لعيب في الموسم الجاي مريح في النادي الاهلي لانه لو ريح هو عارف انه هو في منافس هيجي ياخد مركزه فهتلاقي كل اللعيبة بتحاول تقدي بتحاول تقدم افضل ما عندها غير غير كمان انه الموسم الجديد وبعد فترة اعداد خضها كولر ده بيختلف تماما في افكاره لان معاك لعيبة روحت بيهم من نمسا عودتهم على فكر معين اتدربت معهم بقى خدت وقتك في التدريب في جمل هتحصل في تحركات الاجنحة يبقى ليها ادوار زي ما شفنا في المواتش الاخير الاجنحة بتخش الجوة والظاهرين بيتقدموا فانت بيبقى عندك ست لعيبة بتهاجن بهم في افكار كتير هتظهر على النادي الاهلي في الموسم الجاي كمان تطوير الجهاز الفني اعتقد انه حاجات كتير هتتطور واهم حاجة عايزين نلحظها تطور اللعيبة بشكل فردي لان اللعيبة دي لو اتطورت واصبحت المواقص اللي عندها اكتملت النادي الاهلي هيبقى في حتة تانية الموسم الجاي يمكن ما فيش شك انه برضو دي من الحاجات اللي يعني كانت من مكاسب الموسم اللي فات انه الكل اقتنع انه كولر كمان مدير فني مش بس بيعرف يتعامل مع المباريات والبطولات ويقرى المنافس ويتعامل مع السيناريو كل مباراة بشكل مختلف ويقدر يطور من كورة الاهلي جماعيا لكن كمان الكل اجمع لانه كولر قدر يطور بشكل فردي عدد كبير جدا من اسماء اللي اتنقلت مع المستوى تاني ونتمنى انه ده يحصل انكت التشكيل بكرة انا معرفش طبعا من كولر بيفكر في ايه لكن انكت انا بكلم في النواحي الهجومية يمكن دفعين الاهلي مستقر ممكن الناس كلها تتفع على الاسماء اللي ممكن تمثل الاهلي دفعيا بكرة لكن هجوميا في نقطة انه انكت الاختيارات انكت الاسماء كلهم عناصر جيدة جدا لكن تقريبا تقريبا كلهم ما لعبوش مع بعض قبل كده يعني سواء انت اخترت مثلا مثلا انت اخترت من شوية ريدا سليم في جناح شمال بيرسيتاو جناح يمين انتوني مودست رأس حرب بدل بقى وحط زي ما انت عايز حطيت عبدالقادر مع ريدا سليم مع مودست حطيت عبدالقادر مع او مثلا طاهر مع بيرسيتاو مع مودست او طاهر مع ريدا سليم مع مودست يعني ومن وراهم اللعيبة دي ما اشتغلتش مع بعضك يعني ما فيش انسجام تم بينهم هل دي ممكن تبقى نقطة تاخد في الحزبان بكرة لا لسبب لان مودست لعب زي مودست هون مش محتاجوا وقت كبير للانسجام انا زي ما قلتلك لعب عالمي هو هيخش في اي منظومة هو ليه امكانياته هيستغلها الراجل هداف الراجل عنده قوة بدانية يقدر يسترم الكرات ويقدر يخش مع اي مدافع والكرة تبقى تحت رجله دي امكانيات فردية متواجدة لو راح اي فريق هينفذ نفس الامكانيات دي فحنا نتكلم ومهاجم عالمي زي مودست مش محتاج وقت طويل عشان الانسجام من اول مباراة بكرة ان شاء الله بإذن الله هتتوقع ان هو هيتعلق انا بس نقطتين حابب اشوفهم بكرة في النادي الاهلي واعتقد ان نيكولر حط عينه عليهم من مباراة اتحاد العاصمة هو وجود مروان يمكن مروان عطية في المباراة الاخيرة جماهير النادي الاهلي شوية كانت او بعض من جماهير النادي الاهلي كانت قصية عليه بسبب بعض التمريرات الخاطئة ولكن ده نابع من افكار جديدة في وسط الملعب مروان عطية متواجد لوحده في منطقة الارتكاز عشان كولر حاب يوظف ديانج قدامه حاب يوظف امام في مناطق الهافس بيسس وموجودين بعيد شوية عن مروان واعتقد دي هتتغير في المباراة دي وهيبو قريبين شوية من مروان بحيث ان مروان تتفتح له زوايا التمرير لانه كان في الشوت الاول بيدور على العيبة حوالي فسط الملعب يمرر لها وكان فيه شوية زيادة هجومية من ديانج ومهم عشوره ده شيء طبيعي في اي افكار جديدة شيء طبيعي ان هي ما تكونش مثالية في البداية ولكن بعد كده العيبة هتعرف امتى تتقدم امتى ترجع تستلم الكرة امتى يكون فيه كسافة عددية النقطة التانية نقطة علي معلول وتقدمه في السن علي معلول ما بقاش مطالب ان هو خلاص يروح الملعب رايح جاي في كل الكرات انا لازم افكر في حل ان انا خلي علي معلول ياخد وقته في الارتداد ما يضطرش ان هو يبقى موجود دايما في مناطق الدفاعية لو يتقدم لانه يتقدم بشكل كبير ازاي يحل الموضوع ده قدامي حلين اما اعتمد على مروان احطه يغطي وراء علي معلول لانه طبيعة امام او افشل اللي موجودين في الحتة دي هيبقوا ليهم وظيف هجومية اما مروان يغطيك لعب الارتكاز لانه هو اللعب الارتكاز بيتحرك يمين وشمال يغطي تقدم الزاهرين سواء محمد هاني او علي معلول اما عبد المنهم يتقدم ويبقى موجود على الطرف اكتر من عمق الملعب وساعتها مروان وده الحل اللي انا بفضله مروان يرجع ينزل في النص ينزل في النص شوية قرب شوية بحيث انه يغطي المساحة مع قلب الدفاع التاني ساعتها هتلعب بتلاتة في التمركز الدفاعي وهي الكرة انت بتهاجم بيبقى فيه تلاتة متمركزين دفاعيا بشكل كبير فهتقدر تقفل المساحات وبالتالي علي معلول ما يبقاش مضطر دايما انه يرجع ويرتد بشكل كبير لمناطق الدفاعي فالنقطتين دول اعتقد مع الوقت هيظهروا في اداء النادي يعني اتمنى التوفيق للأهلي بكرة ان شاء الله تبقى بداية مباشرة ومطمئنة للجاي لانه زي ما اتفقنا بكرة مش بس مطش في الدوري ومش مباراة بس بتلات نقاط في بداية المشوار لكنها محطة مهمة جدا في ما هو قادم مرتبطة بمشوار الأهلي في بطولة دوري الأبطال مرتبطة قبل نهاية كاس مصر ومرتبطة بعد كده بالسوبرليج فمعنويا مباراة لها اهمية كبيرة جدا تحطنا على المصاري الصحيح سريعا جدا فاروق الدوري استنادي شكله ازاي وشكل المنافسة توقعاتك للفرق اللي ممكن تدخل مين ممكن يكون حسان اسود الوفدون الجدد هل ممكن نشوف منهم تجربة يعني يكون لها بصمة خلينا نقول ان المصري مش هنعتبره حسان اسود لانه نادي متمرس في الدور المصري ونادي كبير وتواجده في المربع ذهبي مش هيبقى غريب مفاجأة مش هيبقى مفاجأة بالنسبة ل مين قدام دخول المصري مين تتوقع يخرج من المربع ذهبي بتاع المسلم الأخير الزمالك بشكل كبير حتى فيوتشر كمان ما اعتقدش انه تطوره المسلم اللي فات هيكمل خروج علي ماهر وخروج بقى اغلب العناصر المهمة فيه هيقدر لتراجع الفريق النادي اللي انا مرشحه او نقدر نقول ناديين سيراميكا تطوره برضو مع الوقت هو الراجل يعني النادي ما بيرجعش الورا النادي بالعكس بيتطور بس ما بيطلعش القدام برضو مع هو ده بقى اللي جاي يعني النادي بيحاول شايف من المسخة دي ممكن تقول انه هو مهدش اهم حاجة في النادي فيه أندية طلعت وبدأت تهد ولعيبة كتير وعناصر مهمة مشيت ولكن سيراميكا مع الوقت طالق وصفقاته جيدة هاي لسه نادي مودر تقدر تقول كده اعتقد انه بيسبة كبيرة هو مش هنقدر نقول انه هو لانه نادي برضو طبعا عنده العيبة كتير لا يحصل لانه تغيرات كتير لا لا وعنده عناصر يعني يبقى انه عنده عناصر مهمة كتير جدا برضو لكن النادي بقى لكن فيه اسماء كتير رحلت من بالظبط بتكلم عن سيراميكا لانه صفقاته مهمة القندوسي ولعيبة آلي وزمالك وإسماعيلي ولعيبة مهمة في السيراميكا حصان الاسود لا اوه مش حصان الاسود لانه موجود الحصان الاسود لا يكون نسخة مفاجئة زد زد انا في رأيي ان زد ده هيحقق هيظهر اداء جيد وممكن يكون الحصان الاسود في البطولة لان اللعيبة اللي اعتمد عليها اللعيبة عندها خبرة وشخصية النادي الاهلي موجودة في زد بالسبب لعيبة النادي الاهلي كتير اللي اتعقد معاها وحتى صفقاته اعتقد ان كانت عين كويسة في زد اللي اختارت العيبة اللي اتعقدت معها فانا متوقع ان زد يكون حصان الاسود سريعا رغم انها نقطة ما ينفعش يعني تتناول بس خليني اخد عنوين من فاروق التحكيم ايه اللي منتظر من بيريرا في الموسم الحالي خصوصا لو تبعت طبعا مؤتمر الصحفي بتاعهم برح والحاجات او المستجدات اللي اتكلم فيها ايه المنتظر من منظومة التحكيم في مصر نسيبه يشتغل نسيب بيريرا يشتغل انا اتفرجت على كلاتنبرج لما كان طالع معاك في الحلقة وشفت كلامه انه هو الراجل ما اشتغلش نسيب الراجل يشتغل ما نتدخلش في قراراته والحاجات اللي يشوفها ويقول عليها تتنفذ ببساطة لان الراجل احنا جايبينه عشان يشوف الخلل فين والعيو فين بالظبط بالصلاحيات نتمنى التوفيق للجميع نتمنى نشوف موسم ممتع مبهج منتظم مفووش مشاكل مفووش صداع الكرة للموت عزيزي بنقول دهيمان بشكرك شكرا جزيلا فاروق نورتنا وشرفتنا في السادسة وما تغيبش علينا شكرا يا بحمد ودايما أنا بموجود معاك نورت الدنيا رؤى وبشكر حضراتكم على متابعة تحياتي لكم بعد المطش ان شاء الله يكون لنا كلام تاني وما تنسوش بكرة البي اجي في مواجهة بروسا دورتموند الاربع منشستر يونيتد في مواجهة بايم يونيخ بداية مشوار جديد للشامبيونز ليج تحياتي لكم